هنتكلم على ال Experimental Determination of Empirical Formula ازاي اقدر اطلع ال Empirical Formula من Molecular Formula طب نعرف يعني ايه Empirical Formula بقول ال Empirical Formula The Simplest or Most Reduced Ratio of Different Atoms in a Compound بتبقى اقل عدد او اقل نسبة عدد من الزرات في المراكم طبعا الزرات المختلفة تعالوا شوف الامر لو عندي Molecular Formula S2O4 عندي 2 Atoms من Sulfur و 4 Atoms من A من Oxygen ازاي اطلع على ذا ازاي اداني Molecular Formula اطلعه ال Empirical Formula انا ادور على الرقم اللي يقبل الاسمة او هم كلهم يقبل الاسمة عليه يدينا اقل عدد رقم صحيح لو انا نشوف ان 2 Sulfur و 4 Oxygen اللي اتنين يقبل الاسمة على كام اقدر اسمهم على اتنين اذا اسمت الاثنين على دول يديني فعلا ارقام صحيح يبقى اسمنا ده على 2 يبقى دوان واسمنا الفور على 2 يديني ايه 2 يبقى ازم لو جينا نشوف حولنا الم Molecular Formula الى Empirical Formula يبقى SO2 وهي ديت الامبيريكال فورمولا للس 2 O 4 فاذا لو ادنيني ملوك له فورمولا اقدر اطلع منها ايه الامبيريكال فورمولا تعالوا نشوفوا السؤال ده على الامبيريكال فورمولا بيقول ليه ascorbic acid اللي هو فيتامين سي لك كوز سكارفي نقصه بسبب السكاربوت يعني it's composed بتكون من النسبة ديه من الكربون والنسبة ديه من الهايدروجين والنسبة ديه من الاكسجين طب عايز ايه بقى بيقول لي determine it's Empirical Formula عايز اطلع على الامبيريكال فورمولا طيب اول حاجة هنا هنحل ازاي؟ اول حاجة هنبدأ باننا نطلع number of mores لكل element فيه يعني هنطلع number of mores للكربون ونطلع number of mores للهيدروجين ونطلع number of mores للأكسجين تعالوا نطلعها كده اول حاجة عند number of mores للكربون بديني النسبة الماوية كام اللي هي فوق 40-92% جرام كربون ديه نسبته هنضربها في كل 1 مول كل 1 مول من الكربون في كام الاتوم كام 12-1% جرام لكل كربون هنضربها فوق ليه؟ عشان اشيل ديه مع ديه يبقى هنشيل دلوقت دهية الجرام من الكربون مع الجرام هنا هو يطلع لي في الاخر كام نسبته اول number of mores اللي هو 3.407 مول ايه كربون نفس اللي عملنا بالضبط هنعمله مع الهيدروجين هنطلع number of mores للهيدروجين نسبته كامل هيدروجين النسبة اللي ده هنفوق 1 مول لها واحد وتمية من الف جرام ايه هيدروجين نشيل الجرام مع الجرام يطلع لي كام لها الرقم ده مول هيدروجين هنكررها مع الأكسجين يبقى number of mores للأكسجين اهيت نضرب بديني النسبة كام فوق 54.50% 54.50% جرام اوكسجين هنضربها في كل 1 مول اوكسجين في 16 جرام اوكسجين نشيل جرام مع جرام يطلع لي كام لها الرقم اللي هيدروجين دلوقت هنشوف بقى بين الثلاثة دول من هي اقل قيمة عشان اقسم عليه باين قدامنا هو تواضح ان الرقم ده هو ده اقل قيمة ممكن اقسم عليه صح ولا ايه؟ تمام هنروح دلوقت نقسم على اصغر عدد مولز يعني هيبقى كده الكربون هنقسمه على اصغر عدد مولز والهايدروجين مولز اللي طلعناها على اصغر برضه عدد مولز والاكسجين طلعناه على اصغر عدد مولز بعد ما نقسمهم المفروض يطلع لي الرزلت كده ان تقريبا ده يبقى واحد وده 1.33 مول وده الاكسجين عبارة عن 1 مول تعالوا بقى نكتب الامبيريكل فورمولا المفروض الامبيريكل فورمولا تطلع ازاي سي 1 اتش 1.33 اكسجين 1 طيب نبص كده مع بعض احنا شوفنا الشكل ده قبل كده ان يطلع لي كسر تحت الهايدروجين كده لا طبعا يبقى تخلص الموضوع ده ازاي ان انا حاول اضرب الرقم ده في الرقم صحيح عشان يصلي الى الرقم صحيح يعني يبقى اله 3 ه4 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 او على حسب لو ضربت هذا تقريبا في 3 يطلع الرقم صحيح يعني يبقى 4 مع التقريب يبقى ازاي مطلع ما ضربت هذا في 3 يبقى اضرب كمان الكاربون في 3 والأكسجين في 3 المفروض بعد ما ضربه في 3 يطلع لي كده ان الامبيريكل فورمولا C3H4O3 تعال نشوف السؤال ده كمان على الإمبيريكال فورمولا تقريبا نفس السؤال اللي فائد بيقول لي The empirical formula of compounded composed of C ومديلي نسبته كذا والهايدروجين مديلي نسبته كذا والأكسوجين مديلي كذا أول حاجة أقول لنا بنعملها ايه منطلع number of modes احنا نحاول نطلعه المراتي في خطة واحدة ممكن نختار الطرق اللي فائد ممكن نختار الطرق هذه هنحط كبت هذا الكاربون والهايدروجين والأكسوجين مديلي فوق كم جرام أو نسبة الجرامات كم كذا وفوق الهايدروجين كذا ومديلي فجمان الأكسوجين نسبته كذا سأجب من الـ predict table الـ atomic mass بالنسبة للكاربون على 12 وبالنسبة للهايدروجين الرقم ده حفظناه خلاص والأكسوجين الرقم ده نقسمهما على بعض يطلع للـ number of modes يقول لي number of modes للـ C الرقم ده number of modes للهايدروجين الهلعناه و number of modes للأكسوجين تلعناه من أقل الرقم فيهم نقدر نقسم عليه طبعا شايفين إنه هو ده أقل الرقم ممكن نقسم عليه تعال نكمل ونبدأ نقسم النواتيج اللي طلعها على أقل الرقم يبقى إذن الكاربون تطلع علي number of modes كان على أقل عدد number of modes تقريبا يطلع للـ 1 والـ hydrogen نقسمه تقريبا يطلع للـ 2 والأكسوجين نفس العمليين هتطلع للـ 1 يبقى إذن الـ empirical formula لا يوجد هنا أي أرقام كسور ربنا المرة فتت لي في السؤال اللي فات عشان نطلع أرقام صحيحة هنا هنمتب على طول يبقى إذن الـ empirical formula عندي كان الأخيرة اللي هي CH2O تعال نشوف إذن نقدر نطلع molecular formula من empirical formula بقول لي determination of molecular formula يعني بقول لي لو أنت عايز تطلع molecular formula محتاج أطلع molar mass للـ compound ومحتاج يبقى عندي كمان molar mass للـ empirical formula هبقول لي to calculate the molecular formula we must know محتاجين عشان نطلع molecular formula محتاجين approximate molar mass للـ compound in addition to its empirical formula محتاجين كمان molar mass للـ empirical formula قانوننا يبقى كده عشان أطلع molecular formula هحط molar mass فوق compound على molar mass من للـ empirical formula تعال نشوف هنا السؤال بيقول لي what is the molecular formula عايز تطلع molecular formula of its molar mass مديني molar mass الرقم and the empirical formula is CH2O مديني هنا حكتي مدين molar mass ومديني كمان الـ empirical formula عايز تطلع molecular formula هنعمل إيلوتي فاكرين قانوننا اللي احنا قلنا عليه قلنا ان molecular formula بتسوي molar mass للـ compound على molar mass مين للـ empirical formula تعال نحط ه مع بعض هذا molar mass كان من دهون فوق 180 على كل 1 مول ومولر mass للـ C H2O نروح نجم الـ periodic table الـ C12 H1 وOp16 نجم على بعض يطلع لي المولر mass لهم كده نجيب الكالكولياتور ونحسب ها معايا يلا خدت الكالكولياتور رحسبوها معايا تطلع لكده تقريبا تطلع 6 الى 5.996 جرام لكل 1 مول هنضرب 6 ده هات فين في الموليكول فورمولا الفوق عشان يطلع لي الموليكول فورمولا ده مرض ربع إذن C H2O في 6 جرام لكل 1 مول يبقى إذن الموليكول فورمولا تبقى C 6 H12 O 6 ده من الموليكول فورمولا تعال نشوف مع بعض الـ التفاعلات الكيميائية والمعادلات الكيميائية طب نشوف التعريف اللي جايد بيقول كيميكال راكشن يعني كيميكال راكشن بيقول بروسيس in which a substance or substances is changed into one or more substances التفاعل الكيميائي وعملية بيحصل فيها تغير المادة أو المواد إلى مواد تانية أو أكثر يعني المادة منهم أو أكثر كمان بيقول يعني ايه بقى المعادلة الكيميائية معادلة الكيميائية بيقول uses a chemical symbols نستخدم فيها الرموز الكيميائية to show what happens عشان نبين فيها ايه اللي بيحصل during a chemical reaction خلال أو اثناء التفاعل الكيميائي تعال نشوف ازاي نعمل writing chemical equations ازاي ابدأت المعادلة الكيميائية هنفترض لانا عندي hydrogen gas حطيته أو سبته في الهواء الهواء دفيه oxygen كون لي ميا اعبر عن الكلام ده ازاي بمعادلة كيميائية هنعبر عنه اول حاجة الhydrogen رمز a h2 وهنا علامة الزائد اللي عملها في reaction حاجة هتضاف لحاجة oxygen رمز a o2 وحط السهم ده معناها هنا في ايها حاجة تتكون ويكون في الاخر المية الربز هي h2 o تعالوا نعبر عنهم كلا بالأاتوم نقول ان h2 عبر عن 2 atoms هذا atom hydrogen وهذا atom hydrogen الاتنين مع بعض يعملون حاجة اسمها one molecule زائد two atoms من oxygen هذا one atom مع one atom اللي هم one molecule من oxygen طلعوا لي في الاخر ايه one molecule من الو two atoms من hydrogen وone atom من oxygen طيب الكلام صحيح نقصو حاجة فاكرين لما كنا قلنا فعند قانون conservation law of conservation او قانون حفظ الكتلة ان لابد ان الاتوم اللي دخل او عدد المتفاعلات يطلع من ناحية التانية في حاجة مش موجودة في حاجة هنا مش موجودة هنا انا دخل عند 2 atoms من hydrogen و 2 atoms من ال oxygen طلع 2 atoms من hydrogen و 1 atom من oxygen محتاج لابد ان النواتج ده عدد هنا يساوي عدد هنا فلابد نعمل نوزن المعادلة هنعرف ازاي نقدر نوزن المعادلات بعد كنا قلنا من شوية ان في عندي 2 atoms من hydrogen تفاعل مع 2 atoms من oxygen طلع لي 1 molecule H2O قلنا ان ده مش balance equation وهنتعلم ازاي نعمل لها لابد نكون عندي 2 hydrogen اوكي عندي هنا 2 oxygen هنا واحد هنعمل ايه احنا هنزون molecule هنا والمolecule يعني 1 molecule كامل من H2O يعني عادي زاد 2 H atom 1 oxygen مع ان انا فعند مظبوط او هذا oxygen مظبوط 2 لكن بقى عندي كام hydrogen 4 atoms من hydrogen بحتاج ارجع النحية ايه الناحية الشمال عشان اشوف ازود عدد hydrogen هنا انا هعمل ايه هحط 1 molecule من ايه بالhydrogen معناها ان هنزون 1 2 3 4 hydrogen يبقى ازن هنزون 4 hydrogen 2 oxygen 2 oxygen ده معناها ايه ان انا جيت هنا وضربت ده هوت في 2 و كمان ضربت ده في 2 ما نغير في المركب ذات نفسه يعني هنا هوت ايه هنكتب كده chemical equation المعادلة الكيميائية هنضرب 2 هنا هوت في H يبقى 2 يبقى 4 hydrogen و 2 2 2 2 4 hydrogen oxygen او احد فيكم يغير هنا يعني واحد يقول لا اكتب هنا ايه او اكتب هنا او اكتب هنا فوق لا مبقى H2 ده بقى حاجة تانية خالص اذا ما نغير هنا خالص نغير في الكوفلم الرقم اللي مقود قدام ال element هنا يبدأ في الحالة ايه balanced equation معناها ان عدد الاطم الذي ندخل هنا هي نفسها اللي موجودة الناحية التانية المزام معناها ايه ان reactance بتطلع ل products الناحية التانية يبقى دول هنسميهم reactance ودول هنسميهم products ممكن كمان خلال التفاعل الكيميائي ندي معلمات اكتر يعني بقول to provide additional information عشان نحط physical states تورين الحالة الفيزيائية or the reactance المتفاعلات وكمان products هنستخدم فيها ايه هنستخدم فيها كلمة او حرف g عشان نعبر عن ان الالمن ده gas او الحال الفيزيائي له في الحال الغازية او liquid في الحالة السائلة او s في الحال الصلب زي كما لو عندي reaction زي ده 2 c o عشان نوري الحال غاز g وهنا O2 في الحالة الغازية وهنا 2 co2 في الحالة الغازية يبوري كل واحد من reactance والproducts في اي حالة عام كمان لو عندي مثلا تفاعل هذا 2 h g o في الحالة الصلبة في الحالة الصلبة طلع 2 h g في الحالة a liquid السائلة وطلع O2 في gaz في الحالة الغازية ممكن يبقى فيه معلومات اكتر على الرياكشن لما نجي نكتبه يعني مثلا ده لو جد مثلا اضيف سوديوم كولورايد الى الوتر هعبر عنه ازاي هعبر عنده بالرياكشن ده انا عندي n a c l solid وحطه فوق الساهمة عندي h2o معنى ان انا ضفت n a c l الى المية طلع لي في الاخر ايه n a c l aqueous محلول مائي طب يعني ايه aqueous معنى aqueous ان انا في وسط مائي معنى انه water environment means dissolving substance in water يبقى اqueous معنى ان انا دوبت المادة اللي عندي فيه مي تعالوا نشوف كمان الرياكشن ده بيقولي الى هو بيقولي k br aqueous مع او تفاعل مع ag no3 aqueous طلع لي k no3 aqueous زائد ag br solid يبقى اذا انا هو دي ال physical states اللي ممكن اكتبها على الرياكشن عشان يبقى الحالة الفيزيائية للcompound او البدل اللي بتتفعل عندي